بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلاموني تريدينج شانل مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصات التداول عنوان محاضرة اليوم هو الزخم مومنتم ويعتبر الزخم أحد أنواع المذبذبات ومعناه كمية اندفاع حركة الأسعار وهو ما يعبر عنه بمعدل تغير السعر سواء بالزيادة فيكون الزخم في هذه الحالة قويا بمعنى أن قوة دفع الأسعار في هذه الحالة تكون قوية ويقال عنها أنها ذات زخم قوي أو بالنقصان فيكون الزخم ضعيفا في هذه الحالة وهو ما يعبر عنه أن قوة دفع الأسعار تكون ضعيفة أي ذات زخم مومنتم ضعيفا أي أن الزخم مومنتم يقيس معدل تغير الأسعار أي سرعة حركة الأسعار ونسبة صعودها وهبطها وهو يبين ما إذا كان اتجاه الأسعار في تسارع أم في تباطؤ بعبارة أخرى كما قلنا أن الزخم يعبر عن قوة دفع الأسعار طيب كيف يتم حساب الزخم؟ يتم رياضيا حساب الزخم بتسجيل الأسعار كل فترة معينة وحساب الفروق بين هذه الأسعار كل فترة وذلك طبقا للمعادلة الرياضية الزخم يساوي آخر سعر إقفال نائس سعر الإقفال لعدد أيام سابقة طيب نشوف كده مثال مع بعض بالمثال يتضح المقال لو كان سعر إقفال اليوم لعملة ما هو 100 دولار وسعر إقفال خمسة أيام سابقة هو 90 دولار فإن الزخم لمدة خمسة أيام يساوي سعر آخر إقفال نائس سعر الإقفال لخمسة أيام يعني 190 المومنتم يساوي 10 دولار فإذا كان فرق السعر ثابتا غير متغير فإن الزخم على الشرط يظهر كخط أفقي أي في صورة خط مستقيم أما إذا كان هذا الفرق في السعر يزيد فإن خط الزخم يرتفع والعكس صحيح فعندما يبدأ فرق السعر في التناقص يبدأ خط الزخم في الهبوط والسؤال الآن ما هو معدل التغير في الزخم وكيف يمكن حسابه رياضيا معدل التغير يسمى المشتقة الأولى وهو نسبة ما بين آخر سعر إلى السعر لعدد أيام سابقة يعني معدل التغير يساوي شرط تكسر في البسط آخر سعر على في المقام السعر لعدد أيام سابقة ففي المثال السابق لو كان سعر إقفال اليوم هو 100 دولار وسعر إقفال 5 أيام سابقة هو 90 دولار فإن معدل التغير لمدة 5 أيام يساوي 100 على 90 يعني 11 من 100 دولار أي أن السعر سوف يزيد كل 5 أيام بهذا المعدل بمعدل قدره 11 من 100 دولار وهو ما يطلق عليه رياضيا بمعدل التغير إذن ما الفائدة من حساب الزخم وحساب معدل التغير له بالنسبة للمضاربين المحترفين يهمهم جدا معرفة هذا المعدل والذي يمكن حسابه كمعدل شهري أو حتى سنوي بنفس الطريقة لأنه في هذه الحالة يعطي إنذارا مبكرا لهم لتغير الاتجاه المتوقع سواء بالسلبي أو بالإيجاب ويعتبر كل من الزخم ومعدل التغير في الزخم من المؤشرات المبكرة المستخدمة في هذا المجال والتي استخدمها المضاربين قديما ولا زال الزخم قيمته ومركزه ووضعه في عالم التداول حتى القرن الواحد والعشرون طب يلا بينا نشوف مثال عملي يوضح لنا مدى ارتباط كل من منحنى الزخم ومنتم مع خط الأسعار وهل دائما يظلان متوافقان في الحركة سواء في حالة الهبوط أم الصعود أم أنهما قد يفترقان ويبتعدان في بعض الأحيان الشرط اللي قدامي ده رسم بياني من وكالة ريترز وهو عبارة عن شموع يابانية للأسعار الأسبوعية للمؤشر العام السعودي للأوراق المالية في الفترة من يونيو الفين واثنين حتى أغسطس الفين واربعة يعني الشرط يمثل حوالي سنتين تداول تقريبا هللاقي على الشرط الشموع اليابانية تمثل عدد أربعتاشر أسبوع وفي الأسفل الزخم ممنتم لهذا العدد من الشموع في هذه الفترة الزمنية منحنى خط الزخم يتذبذب حول خط الصفر صعودا وهبوطا كما هو موضح على الشرط بس عايزك تلاحظ إن عبور المذبذب الصاعد خط الصفر لأعلى يمثل إشارة شراء بينما عبوره إلى الأسفل يمثل إشارة بيع طيب ما هو تفسير القراءات المتطرفة للزخم تفسير القراءات المتطرفة للزخم يفسر بحالتين حالة إفراط في الشراء أو إفراط في البيع طيب بماذا نفسر التباعد أو الافتراق أحيانا بين حركة منحنى الزخم وحركة الأسعار على الشرط يتم تفسير ذلك كالآتي هذا التباعد بينهما بين المومنتم وحركة الأسعار يعطي إشارة للمتداول بأن اتجاه الأسعار سوف يتغير سواء كان هذا الاتجاه قصير أو متوسط أو طويل الأمد طيب تعالوا نحلل على الشرط اللي قدامي ده بداية من شهر أغسطس 2002 إلى مايو 2004 أولا في أغسطس 2002 أعطى الزخم إشارة بيع لماذا؟ لأنه عبر خط الصفر إلى أسفل وقد هبطت الأسعار فعلا حتى آخر العام كما هو موضح على الشرط منحنى المومنتم كسر خط الصفر إلى أسفل في شهر أغسطس إلا عليه شكل بيضاوي واستمر هذا الهبوط حتى ديسمبر إلا عليه شكل مستطيل حتى ديسمبر في آخر العام ثانيا في شهر فبراير 2003 أعطى الزخم إشارة شراء طيب كيف عرفنا ذلك؟ لأن منحنى المومنتم عبر خط الصفر إلى أعلى ثالثا لاحظ أنه تلتها مباشرة إشارة بيع في نفس الشهر مما تسبب في خسارة ضئيلة نتيجة تنفيذ عمليتي الشراء والبيع في خلال نفس الشهر وفي فترة قصيرة جدا لاحظ عبور الزخم خط الصفر إلى أدنى ثم إشارة شراء مرة أخرى بعبور المذبذب إلى أعلى هذه المرة إشارة شراء ممتازة من بعدها مباشرة ارتفعت الأسعار ووصلت إلى مستويات عليا وضح ذلك على شكل المذبذب الذي يداخل المستطيل الأزرق لاحظ أنه إلى الآن إلى الآن لا يوجد افتراق أو تباعد بين حركة المومنتم وحركة السعر رابعا في ديسمبر 2003 لو تلاحظ أعطى الزخم إشارة بيع غير صحيحة الزخم يعبر خط الصفر إلى أسفل بينما الأسعار ترتفع إلى أعلى هنا حدث افتراق بين منحنى الزخم واتجاه السعر وهو ما يطلق عليه الديبرجنس السعر صاعد بينما منحنى الزخم يهبط إلى أسفل وده أكيد شيء له أسبابه المنطقية قد تكون أخبار معينة أو أحداث عالمية معينة خامسا المرحلة الأخيرة لحركة الأسعار أعطى فيها الزخم إشارة شراء أخيرة ممتازة جدا لو تلاحظ في الأسفل منحنى المومنتم عبر خط الصفر إلى أعلى في شهر يناير 2003 ارتفع السعر ادفاعاً كبير ونمرحوظاً حتى مايو 2004 طيب لو حبينا نحل الأشعار تحليلاً عاماً سنقول أنه مر بخمس مراحل لم يفترق السعر عن المومنتم إلا في مرحلة واحدة فقط خلال سنتين تقريباً يعني نقدر نقول أن خلال هذين العامين من 2002 حتى 2004 كان الارتباط وعدم الافتراق بين الزخم والأسعار بنسبة 80% لو قسمنا لكل مرحلة 20% كان عندي خمس مراحل فيها مرحلة واحدة فقط هي التي حدث فيها ديفرجنز وهي في ديسمبر 2003 اللي أعطى فيها الزخم إشارة خاطئة تختلف عن حركة الأسعار وإلى هنا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم إلى أن ألقاكم في محاضرة قادمة لكم خالص تحيات بستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم تحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحفن فيه على وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته